بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم في فيديو جديد حلقة النهاردة استكمال لسلسلة افضل الفحول والافراس في عروض الجمال في العالم لكل عام واللي بدأناها بعام 2021 وعام 2022 وعملنا في كل عام اربع حلقات والنهاردة مكملين مع حضراتكم بعام 2020 ودي هتكون اول حلقة عن افضل عشر فحول في عروض الجمال في عام 2020 والترتيب هنا على حسب الميداليات في اقوى البطولات العالمية وعلشان الصورة تكون واضحة عام 2020 عروض كتير اتلغت بسبب جائحة كورونا زي بطولة العالم في باريس وكاس كل الامم في المانيا والترتيب المرة دي في صعوبة كبيرة بسبب البطولات اللي اتلغت علشان كده مستني تعليقات حضراتكم اكتبولي رأيكم في التعليقات قبل ما نبدأ الحلقة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان نصلكوا كل فيديوهاتنا ولايك للفيديو علشان نستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة افضل عشر فحول في العالم في عروض الجمال لعام 2020 ترتيب على حسب الميداليات رقم عشرة بطل العالم الفحلق اكويتور ابن الوسطورة كيو ار مارك من الفرس اكليبتكا وهو موليد عام 2010 انتاج مربط مخالوف في بولندا وملك مربط الراجحيات في السعودية حصل على البطل الفضي للفحول في مهرجان الامير سلطان ابن عبد العزيز الدولي وتقييمه في العرض تلاتة وتسعين وستين من مية رقم تسعة الفحل البطل سلوان الزبير ابن الوسطورة اس ام اي ماجيك وان من بطلة العالم الفرس سلوى الزبير وهو موليد عام 2016 انتاج مربط الزبير في الامارات وملك مربط الخليج في الامارات حصل على لقب البطل الزهبي للفحول في بطلة عجمان الدولية وتقييمه في العرض واحد وتسعين وخمسين من مية رقم تمانية البطل العالمي دي كحيل ابن الوسطورة اف اي الرشيم من الفرس دي مودة وهو موليد عام 2016 انتاج مربط دبي في الامارات وملك مربط ابها في الكويت حصل على لقب البطل الزهبي للفحول في عرض استروهن الدولي في المانيا وتقييمه في العرض اتنين وتسعين وتمانية من مية رقم سبعة الفحل البطل باروك ابن الفحل ام البليسيمو من الفرس بايدا وهو موليد عام 2011 انتاج وملك مربط يانف بودلسكي في بولندا حصل على لقب البطل الزهبي للفحول في بطولة اوروبا في براج وتقييمه في العرض اتنين وتسعين وخمسة وعشرين من مية رقم ستة الفحل البطل اي جي مارزان ابن البطل اي جي بورتوفينو من الفرس هيد اب مارية وهو موليد عام 2013 انتاج وملك مربط عجمان في الامارات حصل على لقب البطل الزهبي للفحول في بطولة ابو زبي الدولية وتقييمه في العرض اتنين وتسعين وخمسة وعشرين من مية رقم خمسة البطل العالمي رعود البداير ابن الاسطورة اس ام اي ماجيك وان من الفرس دي ال ماريل وهو موليد عام 2014 انتاج وملك مربط البداير في الامارات حصل على لقب البطل الزهبي للفحول في بطولة منتون الدولية وتقييمه في العرض اتنين وتسعين وعشر من مية رقم اربعة بطل العالم الفحل اي اس حرير ابن الاسطورة اي جي دينار من الفرس تي اف ماجنومز ماجيك وهو موليد عام 2011 انتاج مربط الامارات وملك مربط السكران في الامارات والكويت حصل على لقب البطل الزهبي للفحول في مهرجان الامير سلطان ابن عبدالعزيز الدولي وتقييمه في العرض تلاتة وتسعين وتمانين من مية رقم تلاتة بطل العالم الاسطورة المصري نثيم الراشدية ابن الاسطورة العديد الشقب من الفرس نبوية الزين موليد عام 2014 انتاج وملك مربط الراشدية في البحرين حصل على لقب البطل الزهبي للفحول في بطل العالم للخيل العرب المصري وتقييمه في العرض تلاتة وتسعين وتمانية وتمانين من مية رقم اتنين الاسطورة اكسيكاليبر اي اي ابن الاسطورة شانجهاي اي اي من الفرس الرائعة اسنس اوف مروان وهو موليد عام 2011 انتاج مربط اكواس اريبيانز في اسبانيا وملك مربط السكران في الامارات والكويت حصل على لقب البطل الزهبي للفحول في بطول الدبي الدولية وتقييمه في العرض اربعة وتسعين وتلاتين من مية رقم واحد البطل الراحل الاسطورة ايدن سي ابن الاسطورة انزو من الفرس سيلكن ثابل وهو موليد عام 2005 انتاج روندا ورودا كوليل في الولايات المتحدة وكان مملوك لمربط السيد في السعودية حصل على لقب البطل الزهبي للفحول في مهرجان الشرق الدولي وتقييمه في العرض اتنين وتسعين وخمسين من مية ولقب البطل البرونزي للفحول في بطول الدبي الدولية وتقييمه في العرض تلاتة وتسعين وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو استنونا في فيديو جديد مع سلسلة فيديوهات الخلال العربية نتمنى الفيديو يكون عجبكم ياريت ما تنسوش اشتركوا في القناة ولايك للفيديو وشكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر